أنا اسمي إلهام عمر دبوب في 1973 تم اعتقال والدي في عهد طاغية وقتها ممكن أن أكن في ثلاث سنوات وكنت أنا الكبيرة في إخوتي من 1973 إلى 1977 وهو إعدامي في 7 أبريل الله يرحمه تم اعتقالي عدة مرات دون محكمة دون ما يصدر عليه أي حكم بس اعتقالات أغلب سجون ليبيا تقريبا بابا الله يرحمه سجن فيهن في الإحصال لاسود في طرابلس في رجديدة تقول ماما الله يحمى أنه كان هو على فكرة بابا اللي عنده وفه هو مكسري للقفص الصادري مكسري لكم ضلعة من القفص الصادري اللي عنده عدم هو الله يرحمه عنده كسر هذا من جراء التعذيب الأظافر انتعى وقتها ماما كانت تقول نديمة يجي الله يرحمه هم سليه الأظافر هذين ممكن أشياء لهم ما تلاحظ فيهن فما خوفي كان أعظم يعني أنا نتذكر شخصيا نحن بيتنا من دورين فأنا نذكرها ننزل مع السلة من تاع البيت وهو جاي من التعذيب مش غدا نمشي على رجليه وتم إعدام والدي في 7 أبريل في 77 وهو يعتبر يوم أصود على ليبيا كلهم مش بس على بنغازي أو لأن بالفعل بعدها توالت إعدامات القذافي يوم كان حزين حزنة فيه بنغازي وبكوه الرجال قبل النساء يعني تم والدي كان الله يرحم 8 ساعاته على المشنقة في ذلك الوقت كان اسما الاتحاد الشراكي الحمد لله وبعد الثورة صموه ميدان الشهيدين كان اسم دابوب ما يكتبش حتى لما تطلع لك الشهادة الرسميا تاعة أو كذا ما يكتبش اسم دابوب بس يكتب الاسم الثلاثي أو الرباعي فقط ودابوب لا نعم حتى تكتبيه كان يكتب لك حولي ما تكتبش كان ممنوع يكتب اسم دابوب اسم القبيلة ما تكتبش دابوب هذه حاجة شوفي هذا يعني أبسط حقوقنا نحن أبسط حقوقنا حتى بيتنا في الأول نحن يعني كنا صغار وقتها وعائلتي كانت تكون من ثلاث بنات وطفل يعني بضافة إلى والدتي فيقول لك أنت بيتك الحوش كان كبير مضايقات هذين عرفتي وليش قاعدين فيه حاولوا كم مرة يأخذوا حتى بيتنا مننا كذلك أختي رحمة الله عليها دخلت كلية الحقوق حابة أنها كانت كانت تكمل مسيرة واد يا الله يرحمه فحرمت بعد شهرين كانت طالبة متفوقة جدا على فكرة وخذت شهد الثانوية بتفوق ودخلت كلية الحقوق بقيت شهرين بعد شهرين جاء أمر من طلب بس أن الطالبة هذه تطلع من كلية الحقوق واد كان إنسان حنون وعطوف جدا يعني لما كان يغيب كنت بالفعل نفتقد الإنسان هذا عدم وجوده يرفض انتباهي إنه هو مش معانا طبعا عدم وجوده زي ما قلت لك يعني نشعر به رغم صغر سني ممكن حتى لي حوالية ما كانوا يش يشعروا بس أنا نشعر إنه بابا مش قاعد والدي كان صاحب رأي وصاحب فكر ما كان يش يحمل أي تطلعات لحكم أو سياسة أو رغبات شخصية نفسة إنه يكون حاكم أو يواصل إلى سلطة معينة أو شي بل بالعكس كان حاب أن يكون في انتخابات كان حاكم أن حاب أن تكون ليبيا دولة مؤسسات يعني طلب والدي في ذلك الوقت والماضيين اللي معاه هو نفس طلبنا نحن كليبيين نفس طلب توا ثلوة 17 شبراية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر